السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع اليوم هو حل نظام المعادلات الخطية باستخدام Python Solving a System of Linear Equations Using Python لحل نظام المعادلات الخطية في Python يمكن استخدام مكتبة NumPy التي توفر دوال للعمل مع المصففات وحل المعادلات الخطية في بداية البرنامج يجب احضار NumPy as a name we choose ليس بالضرورة أن يكون اسم NP نحدد نظام المعادلات الخطية الخاصة بنا كمعادلة مصفوفية في صورة AX equal B حيث A هي مصفوفة المعاملات وX هو متجه المتغيرات وB هو متجه الجانب الأيمن أو المعاملات الحرة فعلى سبيل المثال هذه المعادلات الخطية ذات الثلاث مجاهل المصفوفة A هي 2-3-1-4-1-2-3-2-3 كل ما علينا القيام به هو إدخال مصفوفة A والمتجه B ومن ثم استخدام المكتبة NumPy بالمكون Linear Algebra لإيجاد متجه المجاهل X, Y, Z Import NumPy as MP المصفوفة A تساوي MP Array equal 23-1-4-1-2-3-2-3 للمثال قيد البحث المتجه B يساوي MP.R 1-2-3 X متجه المجاهل يساوي MP.LinAlg مختصرة من Linear Algebra الطريقة .Solve بين قوسين مصفوفة المعاملات A ومن ثم المعاملات الحرة B لاحظ بعد إدخال البيانات فقط هذه الجملة وبايتون تقوم بإجراء الحل Print Solution Print X طبعا X هنا هو متجه Run الحل هو لX 8% لY 48% ولZ 6% طبعا دايما يمكن التحقق بإدخال هذه القيم في المعادلات وحتى يمكن تحديد نسبة الخطأ كمثال آخر لدينا هنا أربع معادلات خطية بأربعة مجاهل XYZB المصفوفة A تساوي 2-3 ناقص 5 2-4 ناقص 2 3-4 1 3 ناقص 2 1 3 ناقص 2 3 1 والمتجه به يساوي 23 27 ناقص 10 ونص 20 ونص و 10 في البداية نقوم بجلب المكتبة NumPy as MP أو أي اسم آخر ندخل المصفوفة A MPRA تساوي 2-3 5-2 4-2 3-4 يجب يدخل A صفا تلو الآخر الصف الثالث 1-3 2-1 الصف الرابع 4-3 3-1 بعد ذلك ندخل المتجه B بالمعاملات الحرة 23 7-10 ناقص 10 ونص 20 ونص و 10 3-1 5-3 4-3 1-1 1-3 في العديد من المسائل العلمية والتطبيقات الهندسية زدينا مجموعة معادلات خطية وقد تصل في بعض الحالات إلى عشر معادلات خطية ويحتاج حل هذه المعادلات باستخدام الطرق الرياضية العادية إلى وقت وجهد كما شاهدنا يمكن حل هذه المعادلات بكل سهولة في بايثون شكرا لكم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته